هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء الليلة الماضية أكثر من مليون ومائة وتسعة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وثلاثين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف شخص